تشهد محافظة شمال سيناء عودة مضمار سباقات الهجن بمدينة العريش بعد غياب استمر عشر سنوات هذا ويستمر السباق لمدة يومين بمشاركة من محافظات مصر المختلفة ومن خارجها ويتسلم الفائزون في النهاية جوائز مالية وشهادات تكريم ويعتبر المهرجان فرصة لاستعادة مجد العريش والترويج للسياحة بشمال سيناء مهرجان الهجن يعود لأرض الفيروز من جديد وسط ترحاب وإقبال كبير من القبائل المصرية والعربية وتحديدا في مدينة العريش تجمعت القبائل والأهالي البعض يشارك بالجمال في السباقات والبعض الآخر أتى ليشجع ويستمتع والكل معا يرسلون من العريش وشمال سيناء رسالة سلام وأمان للعالم أجمع سجلنا 560 مشارك تقريبا بالضبط 563 مشارك من 22 قبيلة من 12 محافظة عندك 30 شوت بتتوزع حسب سن الجمل اللي عنده سنتين واللي عنده ثلاثة واللي عنده اربعة ولحد سن 12 سنة يستمر السباق لمدة يومين بمشاركة من محافظات مصر المختلفة ومن خارجها ويتسلم الفائزون في النهاية جوائز مالية وشهادات تكريم وكؤوس ويعتبر المهرجان فرصة لاستعادة مجد العريش والترويج للسياحة بشمال سيناء ده تسويق للبضاعة السينوية وتسويق لنا وتعريف وزيادة السياحة لسيناء والاسمار لسيناء وكل حاجة يعني سيناء العريش بتزهر نحن مبسوطين جدا 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 وكل أهالي سيناء بتحب تشكر القواتنا مسلحة والشرطة وأهالينا على الجهد المبزول في السباق ده ويعد المهرجان فرصة للترويج السياحي والاقتصادي لمدينة العريش سواء عن طريق المهرجان أو إعادة إحياء تراث سيناء والتسويق له مهرجان الهجن في شمال سيناء وتحديدا في العريش لم يقتصر فقط على جمع القبائل مرة أخرى ليرسل رسالة سلام للعالم أجمع أن العريش مدينة آمنة ولكنه أيضا أعطى فرصة لإحياء التراف مرة أخرى عن طريق معرض على هامش السباق يظهر فيه الحرف اليداوية والتراف السينوي فهنا مثلا وكجزء من المهرجان تجمع الحرفيون والمنتجون ليعرضوا منتجاتهم الحرفية من ملابس وزيوت وأخرى تخرج من أرض سيناء وعندنا زيوت طبيعية زيوت وعشاب طبيعية من سيناء أجود نواع الزيوت عندي زيت زيتون ده زيت بعلي من أجود نواع الزيوت وعند زيت جيجوبة في الحضور ده كله من دول خارج مصر ومن محافظات داخل مصر وكل دول على أرض الفيروس ده بالنسبة لي أنا دي البداية الصح أنا النهاردة أكون حاسة بالأمن والأمان ده وأن أنا النهاردة أكون في الكم وفي الحدث الضخم ده لا هو ده بالنسبة لي النجاح للأمانة يعني سيناء الغالية تعود مرة أخرى وسط أمن وأمان واستقرار وتنمية في شتى القطاعات لتزهر أرض الفيروس من جديد بسواعد أهلها وناسها كريم بيبرز التلفزيون المصري